مددت محكمة الاحتلال اعتقال منصق حملة المقاطعة محمود نواجع للمرة الثالثة على التوالي ولمدة خمسة أيام لاستكمال التحقيق وتحويل ملفه للنيابة العسكرية انتهاكات يسعى الاحتلال من خلالها لترهيب النشطاء وداعم حركة المقاطعة نتابع المزيد في هذا التقرير في الثلاثين من تموز المنصر معشية عيد الأطحى المبارك نغص الاحتلال فرحة عائلة فلسطينية بأكملها فعلى الساعة الثالثة من فجر ذلك اليوم داهمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال منزل محمود نواجع منصق الحركة الدولية لمقاطعة الاحتلال دوليا البي دي أس لاعتقاله وترويع أطفاله نواجع لا يزال بالأسر وممنوع من لقاء محاميه طبعا احنا ممنوعين نشوفه ممنوعين المحامي يشوفه كمان ما في عنا أي خبر عنه هو موجود بسجن الجلمة حاليا أولاد كتير أقوياء احنا عودناهم دائما أن يكونوا أقوياء حتى محمود عودهم ورباهم على أنهم لازم يكونوا أقوياء لأنه هذا الجيش مجرد مختصب إلنا يعني حتى لما فاتوا الجيش على الدار ما تأثروا بالعكس يعني أنا استغربت انصدمت كيف كانوا أقوياء لدرجة أنهم قعدوا يحكوا للجنود ابعدوا من هون أنتوا ليش هون كلابكم ما بتخوفنا أسلحتكم ما بتخوفنا فيش أشي بخوفنا منكم وهلأ هم أقوياء وبتمنى بتمنى أن حبسة محمود ما تطول وهذا كله ما يطول علينا وقد شارك العشرات في وقفة تضامنية أمام ممثلية ألمانيا في رامالله للضغط على ألمانيا بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي لمطالبتها بالتحرك الفوري ومضعافة جهودها من أجل إجبار الاحتلال على الإفراج عن محمود ووقف انتهاكاته بحق المدافعين عن حقوق الإنسان حركة المقاطعة تنمو بشكل هائل مؤخرا بي دي أس وصلت لكل أرجاء المعمورة وباتت تشكل كما تعترف حكومة الاحتلال تهديدا استراتيجيا على كل منظومة الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي نحن اليوم ندعو لعقوبات جدية قانونية لإيقاف كل منظومة الأبارتايد والاستعمار الإسرائيلي وهذا ما يقلق نظام الاحتلال الضغط علينا كمدافع عن حقوق الإنسان متزايد بشكل هائل ونتعرض لمنع السفر نتعرض لاعتقالات نتعرض للكثير من الضغوط من قبل سلطات الاحتلال والأبارتايد الإسرائيلي ولكننا نصامدون في هذه الحركة ونستمر لأن شعبنا اختار هذه الحركة لتمثله في هذا الشكل من أشكال النضال وهي أهم حركة تضامن مع نضال شعبنا حول العالم منذ تأسيس حركة المقاطعة وحكومة الاحتلال تتبنى القوانين العنصرية وتفرض العقوبات على الناشطين الفاعلين بالحركة أو المؤيدين لها لتخويفهم لكن وبعد كل انتهاك يزداد المشطاء قوة وإصرار على فتح الاحتلال من مدينة رامالا المحتلة آية الخطيب رؤيا اشتركوا في القناة